بس نرجع ليه أستاذ محمد اللي بيقول إن ابنه يعني جاي بكلب وهناك طبعا الرأي الغالب عند الفقهاء بإنه يعني طبعا صغر الكلب النجس وهو وبالتالي ده عالق بجسد الكلب ومش معناها أن يعني إحنا في موقف من الكلب لذلك إنه الإمام مثلا أو بعض من الفقهاء يرى بأن الكلب ليس بنجس فمن هنا كان في هذه المسألة عندي رأي ورأي آخر طيب أنا أردت أني أقلد رأيا من هذه الأراء فالأفضل لما أقلد رأي يكون في المسألة خلافية وبالذات في مساء النظافة والطهارة والكلام ده كله يعني أكون في منطقة وسط ما بين الرأيين أنا دلوقتي أعمل له مكان في الجنين أعمل له مكان في السطوح بتاعت المنزل يعني أنا عزله في مكان خاص به وأحن عليه كل حاجة وأطعمه وكل شيء لأنه إحنا عندنا الرفق بالحيوان ده والرفق بكل كائن ده يعني مقصد من مقاصد الشريعة الغراء يعني الرفق ده والرحمة دي حاجة الإنسان بيثاب عليها ثوابا عظيما إنما لمسألة إنه خلاف الفقاء في مسألة نجاسة الكلب أو عدم نجاسة الكلب فخلينا في منطقة وسط يكون هو في المكان المخصص به ويضع له الطعام والشراب وكل شيء وإنه بهذه الحالة أنا كده كنت في مرحلة الوسط ترجمة نانسي قنقر